حضر الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزور الداخلية جانبا من أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن مستقبل الأداء الحكومي أصبح مرتبطا بتحقيق التمييز في الأداء وتقديم الخدمات من خلال تواصل جاد وفعال مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم منوها معاليه إلى أن مواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية وضمن منظومة الشراكة المجتمعية وأشار معاليه إلى ضرورة مواصلة البرامج التدريبية المتخصصة والاستعانة بالتقنيات الحديثة المتطورة في إطار منظومة متكاملة من الأداء الحكومي من خلال تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة وفي سياق متصل شارك الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الداخلية بدول التحالف الأمنية الدولي وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لما يجمع الدول العظام من رقبة صادقة وتوجه بناء لتعزيز السبول الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات وزيادة التعاون والتنسيق لاتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية في إطار الجهود المشتركة لترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين مضيفا أن تعزيز نطاق العمل الأمني لمكافحة الجريمة يسهم في تحقيق سرعة الاستجابة بالشكل الذي يضمن احتواء الجريمة ومنع وقوعها في أي مكان بالعالم مع التأكيد على أن عدد المشاركين في هذا التحالف يعد عاملا مشجعا على استمراره وفعاليته وقد تم خلال اجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا الأمنية المشتركة وتعزيز السبول الكفيلة بتبدل التجارب والخبرات بما يسهم في تعزيز جهود مجابهة التهديدات الأمنية ووضع الاستراتيجيات المشتركة لمكافحة الجريمة وقد أصدر وزراء داخلية الدول الأعضاء في التحالف الأمنية الدولي بيانا في ختام اجتماعهم أكدوا فيه عزمهم على مواصلة اتحاد الدول الأعضاء مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والرادية الكالية بجميع أشكالها موضحين أن التحالف الذي تأسس عام 2017 كعمل من أعمال التضامن بين الدول الصديقة والشقيقة يستمر في سعه لتحقيق المزيد من السلام والأمن والاستقرار في مجتمعات الدول الأعضاء والمجتمعات الدولية كافة وأدان الاجتماع ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف خلال العام السابق من تحديات أمنية استهدفت استقرار وأمن هذه المجتمعات وشجب بشدة الهجوم الصاروخي الارهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات مطلع هذا العام وعلى هامش اجتماعي وزراء الداخلية بدول التحالف الأمني الدولي التقى الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وأخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلال اللقاء أشاد معالي الوزير بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية وتعزيز الجهود المشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات في إطار التحالف الأمني الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي كما التقى معالي وزير الداخلية كلًا على حدة معالي السيد محمد علي نجولي ناداي وزير داخلية السنغال ومعالي السيد بليدار جوتشي وزير داخلية ألبانيا ومعالي السيد كاسيفا شان موغام وزير داخلية سنغافورة حيث بحث معالي معهم عدداً من الموضوعات والمسائل الأمنية في إطار العمل على تطوير التنسيق الأمني بين الدول الأعضاء في التحالف والأولويات الاستراتيجية التي تجمعها بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون ودفعها إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر